بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في المحاضرة الخامسة من التراك المتميز جدا المستحدث المطلوب محاضرة دي برضو مليانة مفاجئات ومليانة معلمات جديدة وحديثة المحاضرة دي بتتميز بان احنا كل ما بنقرب من نهاية التراك بتاعنا المفروض ان المعلومات تكون مترابطة مع بعضها وتكون بتظهر بقى وبقى في ترابط في المعلومات وبقى في معلومات بتوضح نقط ونواتج معينة فهنشوف ده هيحصل معنا في المحاضرة دي او لا المرحلة دي هنتكلم في المرحلة التانية من الهوليستيك بروجيكت محاضرة التانية دي هي اقرب للبروجيكت لايف سايكل فبالتالي هنشوف هتأثر ازاي على البروجيكت لايف سايكل وهتأثر ازاي على البروجيكت البروجيكت ماناجر رولز او البروجيكت ماناجر رولز او البروجيكت ماناجر اللي فاتت واللي قابليها تمام فالاول بلان من الهوليستيك بروجيكت اوبريشنز كاي بتتكلم على حاجة 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 بتتكلم استراتيجيك ليفل فبالتالي احنا كانوا عايزين نعمل لها ونتكلم بقى في الهاو طب نعمل ده ازاي وازاي ده هتدخل مع عمليات ادارة المشروعات وازاي هتأثر بيها وازاي هتعدل لي وهو ده السؤال احنا انا عايزين نجاب عليه من اول ما بدأنا ازاي هتحسل لي وتزود لي معدل نجاح المشروعات اللي بنعاني المر مليون لحد سنة تاماء لحد شهر تمانية الفين تاة وعشرين بزيادة معدل فشل المشروعات طيب هنتعلم ايه كمان هنتعلم كمان تسعتاشر سوكسيس فاكتر مختصة بيهم البروجيكت اوبريشنس مانجمينت بلان وبتعلمنا فيهم ازاي بيتم الانتجريشن ازاي بنربط بين الحاجات اللي هناها القديمة والحاجات الجديدة بتاعت النهاردة اللي بيتم فيها عملية الانتجريشن دي التسعتاشر ساكسيس فاكتر دولة فاكترز متقسمين ازاي لازمتهم ايه فايدتهم ايه قابل ده كله هو ايه المطلوب اصلا من البروجيكت اوبريشن مانجمينت بلان عايزينها في ايه وليه البروجيكت لايف سايكل محتاجينها ليه بروجيكت انتجريشن مانجمينت بلان محتاجاها نحن عايزينها في gemeins οι الهدف الرئيسي البتاعها طيب الهدف الرئيسي البتاعها يا لحاجة اسمها وده لابزه مهم جدا compliant deliverables compliant deliverables يعنيها ايه بتيجي منين قصتها ايه اي علاقتها ب resultant deliverables اي علاقتها ب readiness deliverables اي علاقتها بال acceptance deliverables اي علاقتها ب completed deliverables ياس و اي علاقتها بال project value added و ال business value added و اي علاقت ده كله بال business pain point اللي هي اصل الحكاية كلها عايزين نشوف الكلام ده كله و عايزين نفهم القصة دي تاني انا برحب بيكم و بدعوكم ل lecture النهاردة شعيقة جدا و مليانة بالمعلومات اللي هي valuable جدا والناس اللي بيتمارس او لها نشاط في project management هتبقى الالفاظ اللي استخدامها النهاردة درجة جدا في او موجودة في خبراتهم فبالتالي هيحسوا ان الموضوع بدأ يوضح اكتر والمعلومات بدأت توضح اكتر بعد عمالة التأسيس والبناء والتغيير في المفاهيم والثقافات والخطط والاستراتيجيات عشان اقدر اوصل للمستوى دا دلوقتي و اقدر افاعل بقى ال holistic project operations management system ان هو ممكن يكون كلام جميل جدا و انضم على الورق تمام و الاخره خلاص نيجي انتبقى بقى الكلام ده zero value مفيش يات zero ممكن يبقى minus value ممكن يعني يبوز الدنيا تماما يدمرلي quality system تحت project يدمرلي planning تحت project فما وصلنيش ان انا close successfully business pain point فاتش رسكي ان شانجي بل جدا are we on the right track of the home of the holistic project operations management system or not النهاردة بقى هنجاب are we clear are we on the track or not تعال نشوف ما بعض و نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا زيح ما تعودين دائما لازم نعرف ال x output علشان نبتدي ال input لو systematic process انا لحد هذه اللحظة انا معي اي يعني اي هي التي ال output اللي انا هشتغل بيها yes as an input والله انا عندي فيه high competence team اللي جبنا من المحاضرة الثالثة يما فعلنا او ال holistic project operations management system اوصى بتفعيل ال project competence integration عشان يخلي مستوى العاملين في المشروع سواء كان ال project team او support project team او الناس اللي بت operate ال project او الناس اللي موجودة في ال business في ال project ال bmo project management office تبقى على مستوى عالي جدا من ال competence هنا فيه سؤال محدش سألهولي في ال x lectures السؤال هو هو دكتور احنا نفضل نهاي ال competence level ده لحد امتى يعني هنفضل نحسن فيهم لحد امتى وامتى هعرف ان هو انا وصلت ال level fit competence level المطلوب ده سؤال مهم جدا هفضل ادرب فيهم وشغل فيهم وابديت فيهم واجب لهم احد اس process واجب لهم حد امتى which level should stop yes that's why هفكركم احنا اصلا البداية هي ايه تمام برفع لحضراتكم business pain points فبالتالي انا ببتدي ادور على بعمل حاجة اسمها زي ما اتفقنا بقى ال competence assessment وانشوف ال competence level المطلوب علشان كده نجحة خلص بالأدمين انا لقتي بعمل business pain point بحدد options اللي فيها اللي هتبقى حدول بعد كده وبعد كده بشوف requirements ايه وبشوف competence وال resources ومستوى بقى الشركة عشان تغطي هذا المطلوب فمضمن الحاجات اللي انا بدرسها ياسو ببحث عنها competence ايه level اللي مطلوب علشان يحقق لي ال business pain point دي تتغطى وتبقى الحكاية مصبوطة فبالتالي limit بتاعي او maximum level المطلوب اللي هو بيميت competence requirement بتاعة ال business pain point او performers او الناس اللي هتقدي الكلام ده ايه competence level المطلوب وبعد كده بقى بس ده طبعا مش علينا ده ما حاجة اسمها competence assessment وبعد كده بعرف current ايه دلوقتي احنا خدنا شيء من التعريفات انا بتكلم على الميكانيزم والmodels نفسها يعني بعد اما بعرف ايه هو المطلوب ببتدي عمل assessment على اللي موجود والفرق بين المطلوب والموجود بعرف انا عندي competence fat level or not انا محتاج اعطي ال competence level ولا محتاج اعمل restructure تاني لتيم الناس او اجيب ناس outsourcing ولا ولا شوف باخد قرار من انت باخد قرار في ال project team واشوف ال competence لما اكتشفت انها competence level doesn't fit what required in business point اعمل انا اعمل project charter تمضل المشروع بدأ authority بتاعته فابعمل ايه فابتدي باخد اشتغل من اول لحظة بناس كل فايد في ال project requirements maybe but i'm not sure or sorry i'm sure they are not fit to this this business pain point competence team performance required or requirements فبالتالي هنا اتسابي question mark فادرات احنا وصلنا او اتأكدنا ان انا 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 اول نقطة تمام تمام اوكي وكلمنا بالتفسيئة عن الواي والوين والوير ونعمل ايه والكلام ده كل ده انا انا ده في المحاضرة الايه ده في المحاضرة التالتة جئنا في المحاضرة الرابعة واخدنا من الهوليستيك project operation compliance plan واشتغلنا وطلعنا حاجة اسمها project operations management compliance system system كامل طب السيستم ده بقى الناس برضو السؤال التاني السيستم ده دكتور ثابت ولا متغير يعني ايه السؤال يعني السيستم ده بطبق في كل projects future coming projects ولا ايه برضو نفس الاجابة no انا عندي business pain point فبتدي design بعمل tellering للproject operations management compliance plan أو system based on requirement compliance requirement المطلوبة للbusiness case او business pain point طيب جميل قوي المشكلة بقى فين المشكلة ان الناس بتدي تعمم الproject compliance system يطبق على المشروع x y z z وهذه الغلطة الوعد فيها apple ما عملت iphone 12 ما عملت update أو upgrade للproject operations management compliance system بتاعها فطبقت compliance system على الproject iphone 11 فما تعمل 12 بنفس system compliance system طلع فيه مشكلة ايه المشكلة اللي فيه زي مقلنا frequency rate بيضر بصحة الانسان يبقى ده على طول المشكلة فيه شفتوا قدرنا الحدد المشكلة فيه يعني نقدر نحط قدرنا على طول على المشكلة والكلام ده بيوفر وقت مجهود وrex 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 وكصص كبيرة قوي ياس وكلها بتبتدي لها impact direct impact على customer experience تمتخيني انا بقول ايه فبالتالي لا competence او fitness competence level is faxed ولا project operations management compliance system is faxed الاثنين بيشتغلوا على business pain point والله لو business pain point سبتة يبقى levels دي سبتة لكن business pain points عمرها ما هتكون ولا كانت سبتة فبالتالي انا كل مرة ببتدي a search a build a design a teller fitness required level سواء كان competence fitness او project operations management compliance system فبالتالي هتال tricky يعني انا ممكن اعمل competence effort اعمل compliance effort وبرضو مشروع يفشل yes زي ما حصل في iphone 15 زي ما حصل في coca وكلف 34 مليون دولار زي ما حصل في تيوت زي ما حصل and so on فليه بتفشل الشركات دي بتاخد الكلام ده as a faxed وتعمله applying على coming features project features فنتيجة بتبقى ايه براف عليكم non compliant project يبقى دولة عوامل مساعدة لنجاح المشروع مش هي اسباب نجاح المشروع فديل تبقى طبعا لماذا مليون مقلش كده من المحاضرة التالتة والربعة لسه بنأسس المعلومة عند حضراتكم وتتحول نحن 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 لحد من ده والله نحن عندنا ساق في اسم business pain point deal trick اللي وقت فيها apple coca yes وdeal trick اللي بتقع فيها شركات كبير بتشتري النظم ده وتفتكر ان software ده هينجاح which is not that should be tellering based on business pain point ودي كلمة صحرية التانية اللي موجودة في الاصدار السابع لل الصحرية tellering بيقولك ان الموضوع is not faxed تمام احنا بتكلم على ايفون 15 ده لسه ما كملش شهر فاحنا بنتكلم في مشكلة يعني الكلام ده مطلوب الكلام ده عشان ما اتطبقش من شهر فشل المشروع من شهر يعني امتى من شهر احنا بتكلم في سبتمبر او اكتوبر انا كما قلنا levels اللي قلنا عليهم اللي هي رأس الهرم فوق الـ customer experience global compliance requirement او عطنسو دايما ان رأس الهرم دي هي المطلوب واسبتنا قبل كده ان منجح في 5 other compliance requirements level ما بساعات بفشل لان محققتش customer ايه customer experience وده موضوع مهم جدا ودل الوقت احنا بنوصي به حاجات في البي اتش دي وهو حاجات في البوست graduated and so on الموضوع ده very unique وبيونير جدا مطلوب دلوقتي في professional project management industry work field طيب جميل جدا هذا الكلام بعد ما اصل level ده لدي I know required level of both of them عندي very unique holistic project operations compliance plan اعمل ايه بعد كده من اول دلوقتي هنقول هنعمل ايه هنطبق المحاضرة بتاعت هنطبق الايه هنطبق project operation management plan جميل طيب ايه بقى البي question بتاعنا النهار ده اللي انا عايزين نعمله لات انا عندي fitness levels موجودة ايه المطلوب how can we integrate integrate compliance into project operation ازاي بقى هنعمل الانتجري ده ازاي هنطبق المهم فازاي اعمل الانتجري 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 بروسيس ده تم ازاي يعني ازاي اجيب الكمبيتنس level ده انا حددته مع الكمبيتنس سيستم ده انا صممته ادخله عشان اوصل الوقف ال business point الانتجري بروسيس ده بتم ازاي تمام الانتجري بروسيس ده هتعمل ايه الامبك بتاعها الانتجري 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 ستبقى اكسبتنس الانتجري ستحول الانتجري 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 and final one is closing business paying point you got the point فالbig question is جهزنا كل حاجه عايزين بها نخش المطبخ هنعمل ايه هنعمل ازاي ازاي هعمل هدم الكلام ده مع الفلو نجده بتاع الـ project life cycle وخليه ستريم لينيه كده ثموس يبقى اخلي الـ integration ده مش عاقق ويزود من الـ الـ complicated process of the project يبقى موضوع معقد جدا وعايز خبراء انا عايز موضوع ثموس كده وخلي ده يبقى عامل مساعدة اكد نهاية جاحي واكد نهاية تمام كده تمام فزي ما الـ quality system holistic quality project system ادري ان هو يعمل integration الـ quality standards المطلوبة في الـ business point ويوصني الـ resultant على اليوم دلوقتي بقى جيز second ايه لكت في الكورس اللي فات ازاي بقى دلوقتي نحول الـ resultant الى الـ redness فلازم اعمل اللي هو ايه اللي هو اللي هو يبقى في هنا الـ quality integration وبعد كده عملنا الـ compliance integration فوصلنا الى الـ apple to apple project تمام تمام يبقى الـ answer is ايه الفين بقى الاجابة ان انا اطبق الـ project operation management plan خلاص اللي هي اللي بترسم لي الـ road map بتاعة اللي مرافو عليكم second integration اللي هو ايه تمام سننشغل نستخدم الكوصة دي ايه بقى ايوه project compliance integration فاللقتي اللي بيديني بقى الـ catalogue بتاع project compliance integration هنتكلم فيه النهاردة طب بنسبة project compliance integration بقى المكانيزم والـ framework والـ strategies بقى والـ limitations بتاعته والـ الكلام ده كله زي ما قلنا قبل كده اوت من الـ scope بتاع الكورس ده في advanced level بس انا هتعايز اقول ازاي يعني الـ project compliance integration ده يعني الـ requirement بتاعته هيشتغل ازاي فكل التفاصيل عمله دي موجودة في project operation management plan وهو ده الـ scope بتاعنا هنشتغل عليه النهاردة ان شاء الله طيب اه سروا اوت الـ project life cycle وبعد كده تبقى عم بقى هنشوف في كل phase من project life cycle ده بيتأس ازاي او ده بيتم ازاي او ده ملحوظاته تبقى ازاي في كل phase عشان تتقيه لان لو احنا تخيلنا ان الـ complaint project ده equal اه 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 مثلا خمسة units فانقول انه مثلا اقوال اي بقى الـ complaint initiation project phase plus compliant planning project phase plus الـ execution او compliant execution project phase plus number four اي بقى برافا لحضرتكو compliant matrix and controlling E project phase and the final one the compliant, تمام, closure او project closure او closing project phase فالـ five phases دول اصلا ياسف الاخر خلص هما اللي بيعملولي compliant فبالتالي انا بعمل project compliance integration في الخمس مراحب بتاعة دورة المشروع تمام كده تمام طيب برضو كده فدنوكو كده اواش واش كده ان compliant project يعني ايه يعني success project ومعها الـ positive project value added عشان بس ان نكون متفقين لان كل ده عشان اوصل الـ project value added yes or no? yes. طيب الانسر خلاص عرفناها وعرفنا احنا عايزين هنا اعمل ايه وايه السؤال بتاعنا وانجاوب ازاي طيب تعالوا بقى نشوف الـ content بتاعتنا المحتوى بتاع المحاضرة الجميلة دي الرائعة المفصلية اللي دخلها في تفاصيل project management دخلها في بعمق في الـ project operations وهنفرق يعني ايه project operations project management operations compliant project operations هنقول كل ده كمان شوية يعني يا دكتور بس عبل ما ننقل يعني لاتي حضرتك الـ project نفسه المدير المشروعات لاتي خلاص هو بيعمل operations للـ project عشان هم بصير لك الـ execution اللي هو بيطيدي بقى ينفذ ايه ها يدير المشروع نفسه ده الشيء الطبيعي اللي هو بيطبق حاجة اسمها project ايه 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 برافو عليكم project integration ايه management plan تمام؟ فبياخد الخطط اللي هي الـ bmp project management plan اللي احنا قلنا عليهم كزا مرة اللي هي الـ schedule و time اللي انا اسف schedule و cost و resources و quality و risk and so on و procurement بياخد الكلام ده يبتدي انه هو ها يعمله performing يبتدي يستخدمه وبالتالي يخش في الـ execution phase لحد ما يطلع بـ deliverable اللي حبود عليه تمام كده؟ تمام فانا اسف فالمحاضرة النهاردة بتتكون من ثلاث اقسام القسم الاول اللي هو بيتكلم على بقى يعني ايه اصلا الـ project operation management plan و دي بتبع ايه ومعناها ايه و لازمتها ايه وخطورتها في ايه و دي بقى يعني الـ project manager ده already هو عنده الـ operations plan بتاعته اللي بيعمل بها الـ execution phase بيشوف الـ budget بيشوف الـ operations plan بتاعته بتـ monitor و تـ control الـ schedule مع الـ budget مع الـ resources مع الـ quality مع الـ risks مع الـ procurement مع الـ change management مع الـ compliance system سيخش على الـ execution او الـ project life cycle عشان اوصل ليه جزء المكمل لـ compliant project فبالتالي هو مدير المشروعات بيدير عمليات تنفيذ المشروع اما بقى مدير او او اما المدير التاني اللي هو مدير ادارة عمليات ادارة المشروع الـ project management ده بيدير ها بيرفع كفاءة ها بيتأكد من تنفيذ ها التماثل بين عملية تنفيذ المشروع ومطابقة المعيير المطلوبة على مستوى مستوى الـ مستوى الـ مستوى الـ مستوى الـ مستوى الـ تمام كده وهو ده الجزء المفقود في الـ إذن بقى في خطة جديدة هي هتخش في ادارة المشروعات اسمها جاية من بتاع علشان تنقذ مين تنقذ مدير المشروعات وهو بيدير عمليات تنفيذ المشروع زي ما الجودة بتنقذ مدير المشروعات انه هو يطلع منتج فيه عيب اه صناعي او يطلع منتج ايه اه غير متكامل او يطلع منتج غير مطابق يبقى انا عايز اطلع منتج مطابق مطابق لايه مطابق لمعايير الـ باستخدم باستخدم وعايز نفس المنتج يكون متماثل مع معايير الـ الصناعية والانتاجية والصحية مثلا اه وسلامة والامان والاخر وحسب الطبيعة الـ باستخدم فبالتالي بطبق ايه هوليستيك فانا محتاج علشان احقق الـ او مطابقة المعايير الجودة مع الـ لازم يكون معاها في الـ او تماثل مع معايير الصناع والمعايير الخارجية والداخلية لـ البزنس بتاع الشرك فالـ محتاج الـ جد والداخل ومحتاج الـ الـ ولدخط قرار في اي جزء تنفيذي في المشروع يبحثت في اعتبار الكمفرنس و الكمبلايينس فبالتالي القرار بيطلع 100% افكتيف يعني رايح الكمبلايينس فهي مدير المشروعات ان بياخد قرار مثلا كريسك بيشوف الكمفرنس ايه بيشوف الكمفرمنس ايه انا اسف الهو كواليتي كنفورمنس لهذا القرار للتعامل مع ريسك فاكتور ده في نفس اللحظة بيبص على نحية تانية على الكمبلايينس ريكوارمنت اللي هتبقي لي امبكت على نفس الريسك بتاع البروجيك فاكتور ده وبالتالي ياخد قرار هه مبني على تلات ايه تلات معطيات معطيات المشروع معطيات الجودة معطيات الكمبلايينس اوبرايشن فبالتالي ما ياخد قرار غير ما ياخد قرار بس على البروجيكت. اه اللي جاله من البروجيكت. خير ما ياخد قرار بس على البروجيكت والكواليتي. في بالتالي تاني ونقطة مهمة جدا. يبقى كل الهدف ده عشان ينجح المشروع. اه ويبقى متميز عن اللي فاده كله ان المعطيات تم يجيب مدير المشروعات ياخد قرار ياخد قرار انه هو بيعمل فهو كان مفتقد الاول وكان مفتقد البروجيكت. فبالتالي كان الكرار كان محدود. فكان يدوء ينجح المشروع بس يخلي البزنس فاشل. زي ما اخدنا قبل كده في المحاضرات السابقة. يبقى بنا اكد تاني ان المدير المشروعات محتاج ثلاث مصادر او ثلاث مصادر معلوماتية عشان ياخدوا القرار الصحيح التاني ونركز قوي واحد المعلومات الجاية لهم من المشروع خلاص الخاصة بيتنفيذ المشروع زائد اخد المعلومات لقى في مشكلة قبل ما ياخدوا القرار لحل هذه المشكلة لازم في معطيين كمان معطى جاي من الهوليستيك اللي دايما بيصرخ ومعلي الفلاك الاسود بتاع الفلاك التاني التام التاني بيطلع الفلاك الاسود خد بالك من كذا كذا فهو بقى لازم يعمل ايه لازم يعمل ايه لازم يعمل توافق لازم يعمل بين التلاتة فيطلع القرار ليه بيعمل كده لان هو لو خد بس قرار المشروع يبقى بس بايه مركز على نجاح المشروع وده انا غلط لان هو مش غاية هو ليه بياخد في اعتباراته لان هو عايز ينجح البيزنس بين بوينت وده الثقافة اللي حين بنحاول ندخلها عند حضراتكو ان انتو تنجحوا الايه تنجحوا البيزنس بين بوينت مش ان انتو تنجحوا المشروع فاحنا عمالين مع حضراتكو عشان نبني البزرة دي في دماغ حضراتكو ان هذا في البروجيكت منجمت اندستري تو سكسس او تكلوز سكسسفلي البزنس بين باينت فول ستوب تمام طيب يبقى ده الجزء الاول الجزء التاني من نتكلم عن علاقة بقى البروجيكت منجمت بلان بي المانجمت بي بسم الله الرحمن الرحيم البروجيكت منجمت بلان اما الجزء التالت هناخد تساعتاشر سكسس فاكتور اللي هم اللي عملوا او خلصنا موضوع الموبايل دخلنا في السمارت ووتش خلصنا موضوع السمارت ووتش دخلنا في البرو فيجين والفيرتشول كلاسز او يعني الحاجات بقى هاي الفيرتشول دي كلها خلصنا الكلام ده دخلنا في الاي اي بقى ياس ومع دراكة مع الاي اي فكل الكلام ده الاي اي ده كان فكرة كان مشروع في الاول ياس طيب ايه بقى تساعتاشر فاكتور انه هم موجودين اللي خلوا شركة مايكروسوفت تدفع تلتاشر مليار بعد ما كانت دفعها هي زاودا 10 مليار دولار اللي اي شركة aged dan. عندوها 19 فاكتور دولاز او هنشوف دلوقتي عندهم الفاكتور دي بتساوي بمفهوم ابل اين المفهوم بمفهوم انه اس فى ماكروسوفت ايه 13 مليار دولار ده بتساوي التساعة فاكتور دولاز بتصرف عليهم在 ابل 98 مليون دول عشان مش موجودين في كوكا دايما عندها مشاكل واخيرا خسرت 34 مليون دولار كل ما ناخد لكتش هنخش في البوكس اكتر بلاك بوكس ونفهم التفاصيل اكتر تمام تمام اتمنى اكون ركزت قوي في في نقطة مدير المشروعات بياخد كهار ازاي لان هو ده هدف التراك بتاع بتاعة البروجيك مانجمنت ولان انت هتبقى فيه سرتفايت وهتطلع تشتغل هذه الوظيفة وتبقى ممارس لهذا النشاط ان شاء الله تعالى بالتوفيق طيب يبقى لازم اعرف مدام بقى الموضوع خطير كده وان ان خلاص احنا اخدنا الوظيفة عايز اعرف بقى يعني ايه الانت عملت خطيرة 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 دي تمام هي شايفين الكلمة شايفين الكوة بتاعتها يعني يعني بتربط بالفيوت بالكارنت بالفيوتشر بالافتر فيوتشر كمان وممكن قولها او هوليستيك او بتعمل ايه بقى دي دي بتعملك الاوتلاين خلاص للبراسيس والاكتيفتيز والريسورسيس ها اللي هي مطلوبة في ايه مطلوبة اعمل الانتجريشن الكمبلايينس و البروزبت بتاعتها انتو ايه البروجيكت مستوالوجيس و البراكتس دي المطلوبة دي اللي بتربط بين شغل الكمبلايينس كله شغل البروجيكت اوبريشنس منجمة الحديث كله بالبروجيكت مانجمنت اللي احنا متعارف عليها خلاص بص الكلمة دي هايلي ريكوايرت ليه هايلي ريكوايرت ان حد اعزي اللحظة ان عندنا مشاكل فين في نجاح المشروعات في احنا هايلي ريكوايرت ياس او ايه توسكسفلي اكسيكيويت project operations امان ما عنديش مشكلة مع المشروعات ما عنديش مشكلة مع المشروع ما عنديش مشكلة في تخطيط المشروع لكن عندي مشكلة في كيفية ها ادارة عمليات المشروع بطريقة صحيحة فده بيتطور ايه رودماب يقولك تمشي ازاي بسرعة ايه يمين ولا شمال توقفين تسالفين بيديك رودماب تفاصيل جايد لائنز for the project team كتالوج كتالوج بقى مش لتنفيذ المشروع لا كتالوج لكيفية ايه نجاح المشروع بس النجاح ايه النجاح المطلق للمشروع وممكن نحط هنا ايه compliant deliverables شفتوا الجمال والفرق بينه بين الاسفور في الابيرشنس ماناتجمنت للبراجيكت الان تبقىoi اللي هو بيحطول الرودماب اللي بيرسلمه التفاصيله واللي بيحدد كل خطو فيه بتفاصيل ياس بيانشور بيحصل ايه بقى اللي ايه النتيجة ايه بقى هنا وهرجعكم تانيك كلمة cost versus value added يبقى كل التكاليف اللي بتصرف على هذا الموضوع هي دخلة في خدوا بالكو دخلة في داخلة في البيزنس بين بوينت كوست وداخلة في البيزنس كيس كوست يعني الكلام ده محسوب حسابه من اول يوم وداخل في ميزانية المشروع فالبجت بتاعت المشروع فيها بتتنقص من لتلات انشطة نشاط خاص بتنفيذ المشروع نشاط خاص بي او تكلفة خاصة بتنفيذ متطلبات الجودة ومبلغ خاص او جزء من البجت خاص بتنفيذ او بيصرف على المتطلبات الايه الكمبلاينس فالبجت اللي عند الباشا مدير المشروعات متقسمة لسري سيكشن فلازم ياخد باله منه فلو خد سيكشن مرة تاني يعني لو خد سيكشن وان وصرف على وان اه خد وان وصرف على تو وثري او خد تو وطلع ناقص بتاع بروشكت فخد من وان او ثري فيه مشكلة كبيرة جد تمام فبالتالي مدير المشروعات لازم بيعارف انه هو البجت اللي عنده دي جزء منها خاص بالمشروع وجزء منها خاص بي الكمبلاينس بيصرف على الكمبلاينس بيصرف على الكمبلاينس بتاع التيم عشان يعرف يدير الموضوع بطريقة صحيحة تمام اتسبقى كونسيدرد فروم زي ايشيشن توي تكلو جزء انا اخرى صفح وهن انقصت تخرج الاستغرام LAUNESS من وجزء الكمبلاينس وان untuk P الناس تطلب عشان سأقول بسسؤال سريع لو المبلاينس بيصرف tush في البدجت. فهنقول له ايه? اعمل بقى الريزيرف دواء والاخر شغل الفاينانس. اول سؤال يجب ان نسأله له ان احنا كناس بتوع كنبلاينس مثلا كونسلتنت سؤال. هو حركة التشورتيش على البدجت ده. خاصة بالكواليتي ولا خاصة بالكواليتي او خاصة بالكواليتي او خاصة بالكواليتي سيستم. هو ويتش بارت انت حصل في المشكلة دي. يقول لك ما اعرفش. اقول له thank you. فمهما تاخد من فلوس مهما تحسن من البدجت مهما تعد المشكلة دي. وتجى الحساب السكوب والتايم. انت انت بتحل اي شورتج في اي سكشة من البدجت. which part انت عندك فيه مشكلة? يجازة بوينت. وطبعا بقى اصل على الريزك وعلى الكواليتي وعلى بريكيورميت. ففهمتوا الفاليبال نولدج اللي احنا بنشتغل عليها? تمام. طيب. ده ال what? طيب ال why? محتاج ده لي. محتاج ده لليه. محتاج ده لليه كروشل. very crucial ايه? اه? crucial role. ايه بقى crucial role بتاعه? واحد. انه هو ان هي تعملاتها صح. اثنين بيدي كليرفاي بكليستر كلير للبراسس والاكتيفتيس المطلوبة. بصوا الكلمة الجميلة دي حاجة اسمها streamlining. يعني streamlining very smooth workflow. يعني ايه very smooth workflow? يعني الموضوع ماشي بنفسه بالقوة المطلوبة في الاتجاه المطلوب بالكسافة المطلوبة باليعني right cycle كاملة في الwork flow? عشان كده بانشور النسساري resources are allocated. نفس الكلام انت عندك فيه resources تلات حاجات. ايه اللي هما هي كل حاجة عند مدير مشروعات تلاتة. جزء خاص بال quality جزء خاص بال project execution جزء خاص بال compliance. ففي resources هنا وresources هنا وresources هنا. بمعنى انا اتعمل مشروع مسلا في المشروع ده مشروع في الصناعة الصحية. خلاص حاجة طبية. فبالتالي هنا في هنا الفلوس بتصرف على resources علشان اوفر معمل التطابق مع شروط وزارة الصحة علشان اقدر اتبق فيها التجربة دي. فالفلوس بتاعة انشاء هذا المعمل او تأجيره دي cost دخلها طبعا من بتاعت مين? بتاعت المشروع. دي مطلوبة. هي مش تأثر على نشاط المشروع. لكن ده البيئة اللي هي عشان او تبقى موجودة. فيطلع يطلع الدوة ده او يطلع نتيجة التجربة الطبية دي تطلع ايه هنا? ها? ايوة متمثلة مع معايير الصحة العالمية. دي جاءت ده بوينت? تمام. قولن موضوع ده شركات بتستخدمه في في الدعاية والاعلان. يعني مسلا شركات بتقول ان الحاجات الصينية مش المسال ده في المحاضرة اللي فاتت. اذا ممكن الشركات اللي فهمة الكلام ده قوي بتاخد او في الخاصة بالشركة وتقول ان الشركة ما عندهاش ده. وده فرق بيني وبينها. وبالتالي العميل بيروح للشركة اللي بتقول عندها الخاصة. تمام? طبعا كلمة برضو تلات حاجات. الـ Quality والoperations والـ Project. انتو شايفين احنا اتكلم في ايه? Quality of Preventive Action. ما بعرف الـ Root Cause. وده كان عنوان اول لكتشر اللي هي التعريفية. Root Cause. هقدر او operate بطريقة صحيح. So the project operations management plan serve as a comprehensive guide. يعني comprehensive يعني باش مال شغل اللي بقى ايه من اول business point لحد الـ Project Life Cycle. ليه ده كله? عشان you ensure. yes you ensure. بصوا الكلمة جميلة. you ensure. عشان you ensure. طب مش هنعمل الكلام ده. يبس عادتك ماشي في wrong track. يعني بصرف فلوس في حاجة فاشلة. يعني بصرف الفلوس عشان نسقط عشان نفشل. متخائلين. that ensure the successful completion of the project and the achievement of its a objective. ايه الـ objective ان انا close the business point بتاعتي. بطريقة successful. you got the point or not? يبقى انا محتاج الـ project operations management plan علشان اطمن الـ transformation صح. الـ process compliance process عملت صح. ان انا ماشي on the right track. فيبيقول لك هنا انت بت ensure successful completion. يعني انت انت ماشي في خطوات المشروع ما خلصت بس ناجح. كل خطوة بتخطوها هي خطوة نجاح في المشروع. طيب? طيب. موضوع اكيد مش جميل اوي كده. ليه? لان اكيد في مشكلة. طب ايه المشكلة? تعال نشوف ايه المشكلة بتاعت. الـ project operations management plan ايه بتاعتها? ان هي بتديك زي ما قلنا. كل خطوة محسوبة اليمين يمين والشمال الشمال وامتى اعمل ايه وازاي وفين ومع مين وليه? وبكام? and so on. فبالتالي هنا دي مشكلة. المشكلة ان هي يعني هما بيقولوا كده اللي هنشوف اللقتي. المشكلة ان هي بتخلي المشروع limited ايه? limited flexibility. خلاص? وبتهندر the ability to adapt and force and change. نمسك واحد واحدة كده عشان موضوع ده مهم جدا. هنا تدخلنا في التفاصيل بقى. limited flexibility طبعا لو عنديش team competence خلاص? وعنده flexibility عالية. ممكن ان يشتغل غلط وياخد كرارات غلط اساسا. تمام? فبالتالي limited flexibility مع un competence team which is good. تمام? انا متديله التلك يمشي عليه من غير ما يفاكر. فدي اول ايه? ان هو limited flexibility. فبالتالي طب دي هنعلجها ازاي? وانت زعلان انت ماشى على very design structure? yes. انا عايز room كده بحيث لو ظهر لي unforeseen changes. او ظهر لي opportunity يا سيدي وانا بشتغل اعملها. دكتور انا مش فاهم برضو. مش فاهم. حقيقة انا توهتي منك. معلش بالراحة. طيب. حضرتك دلوقتي بتقول ان انت شركة ابل هي بتطبق ايه? مثلا ال project operations management plan. صح وغلط? يعني وانا بصنع. ها? خطوة خطوة مرسومة ومحسوبة. انا بس ايه من غير ما فكر كده زي الانسان الاالي بشتغل. صح? بس بقى فيه حاجة. علاج هذه المشكلة ايه? ان هي علت الكمبيتنس ليفل بتاع التين بتاعها. فبالتالي هو منين? لو عنده بقى limited flexibility. خلاص? وعنده مش able to adapt. قدر منين يعمل خمسين براءة اختراع. وهو اصلا limited flexibility. في ايه بقى الحل? ايه بقى الموازنة? ازاي اطبق ال project operations management plan. ال structure بتاعتها اللي هي بتاكد لي نجاح هذا المشروع على جميع المستويات. وفي نفس الوقت هو بيخلقني مش عارف ان انا استفيد او اختراع او اعمل. ان الحل اللي احنا قلناه اللي هو الرول الاولاني. اللي هو ان انت بت ايه بتشوف بتعلي الكمبيتنس ليفل فهو يقدر يعمل ده. يقدر يعمل بين التنفيذ والابداع. فهمتوا ليه احنا قلنا الكمبيتنس? فالكمبيتنس مش بس ان هو يعرف ينفذ المشروع. ده كمان هيعرف يبدع برغم ان كل خطوة مدروسة ومحسوبة بالثانية والمليم واللحظة. ديلي على كلامي شركة ابل. عملت ايه ابل? خمسين براءة اختراع. تمام? تمام. فالعلاج هنا انا هنعمل ايه? اعلي الكمبيتنس ليفل بما يتناسب مع او قد يزيد على البيتس بينبوينت حسب بقى اهداف الشركة. هي بالتارجت ايه? اتنين. these changes or opportunities may require. ها? may require ايه? الشنجز اللي احنا قلنا دي اللي احنا عايزين ان انتهزها. ممكن تعمل shift في project direction. او the resources which may not be accounting for the initial plan. المفاجآت. الحاجات السبرايزز اللي بتفاجأ منها مدير المشروعات. تمام? فبقول لك ايه? برضو خد بالحضرتك ان ممكن الحاجات تخليك ايه off scope او out of scope. طب اعرف ازاي ان هي in scope وال out scope واستهلكها واستفدها واعملها ولا ما اعملهاش. that's why الكمبيتنس ده مهم جدا. عشان يunderstand ويقدر يمانيش الكلام ده. yes? تمام. ممكن يا جماعة لا انا هرد على سلايدي. هخلي فيه creativity. هخلي فيه innovation. yes? within the team. تمام? امتى? ازاي? برافو عليكم. هيقدر يلعب الجيم كده. يعني هو الموضوع مش مش لازم يتنفز زي ما هو كما انزل كده. نو. في شخص professional competent يقدر يتعامل مع الكلام ده. ويكيف ويقدر اشتغل معها بطلقة صحيح. تمام? ولا مش تمام? دكتور عايزين مساء اوضح شوية ان الموضوع لسه مش واضح. طيب. حالك لقيت ام واحد بيشتغل كل center agent فبتليه اول اسبوع مش عارف ااخد خمس مكالمات على بعض. لسه competent level بتاعه ايه? ضعيف. مش فاهم. بيفتح خمس بيعمل خمس حاجات معلقة خمس وبيرد على العميل ومركز معاه. ازاي يعمل كل ده طبعا. فاول اسبوع ده بيبقى عشان يخلص مكالمة واحدة بيبقى حياتجنة. تعال بعد اسبوع واسبوعين. تمام? ممكن بيعمل قولته ده. وخلاص? ويكون بيأكل واشرب وبيعمل حاجات تالتة وربعة وخمسة في نفس اللحزة اللي برد فعل عميل. يبقى عنده الروم ولا عندش الروم. يبقى كل ما يبقى عدي الكمبيتنس ليبل بيبقى عنده الروم تو ايه? تو كريايت بقى? تو انيفيت. تمام? لو بنساميه ملتي تاسك يعني. عشان نتعامل بقى مع المشاكل دي. اهي مش مشاكل زي ما شفنا. عشان ايه بقى? نحل الموضة ده. قال لك الحل اللي اتدوى فين? في البروجيكت اه 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 دلوقتي بتقولي كده وانا في المشروع? يبقى دي مصيبة. لا احنا عملناها بقى يا فندم قبل خالص ما بتدي خالص البروجيكت ايه? البروجيكت لائف سايكل. عرفتوا بقى الجمال المحاضرة التالتة كيتعامل ازاي? سبعت خالص قبل ما مشروع ما يبتدي اساسا. فده اتسيدان يا فندم خالص. فبتلي عندنا الحاج بتقوله مشاكل ده? خبالك والله هيحصل كذا وكذا. لا معناش مشاكل دي خالص. therefore it's a crucial to strike balance between having structure plan and allowing room for adaptability in order to maximize project success. تمام يا فندم خلاص هنحللنا المشكلة دي. ايه المشكلة? كل ما هتعلي البروجيكت الكمبيتنس level هتخلي فيه room for creativity and innovation. done. thank you. فهمتوا بقى ايه جمال البروجيكت operations management الحديثة? طيب? تمام. طب مدير مشروعات بقى يعمل ايه في كل القصة الجميلة دي? مدير المشروعات بقى يبتدي ان هو ببقى زي ما قلت لك وعنده كل حاجة ثلاثة. مدروبة في ثلاثة. yes? يعني هتقولي cost اقول لك quality cost ويقول لك البروجيكت cost. فبالتالي هنا بيحصل ايه? review estimating بتاعه بتحسن. project future progress prospecting بتحسن. الكمبيتنس ميكانيزما عنده بيبقى عنده المهارة ان هو يستخدمها. فيه ماجر بالباسي يقدر يشتغل عليها. طبعا الكمبيتنس بتدي اه حاجات ارقام وبتدي معايير واضحة وبتدي نسب واضحة ومستويات محددة. فالموضوع بعرف هو عايز يوصل لايه? اه project change management بتبقى more smarter than before. yes? بي encourage team. التيم بقى كل حاجة عنده واضحة جدا فبالتالي هنا التيم بيعرف هو بيعمل ايه? واحنا قلنا ان هو يبقى فاهم وبيشتغل ومتحمس زي ما قلنا في ال online session بتاعت المحاضرة التالتة. خلاص بينشور طبعا optimizing resources بيبقى فيه improvement area بيعارف فين ال weaknesses وبالتالي هنا بيبتدي ان هو ياخد corrective action. بي confirm. بي confirm the confirmments بتاعت the level of technicality. yes. will compliance تاعت project for technicality which is good. help project manager and defy. ha? pattern or trend. learned lesson from others. يعني بيخال project manager ده more smarter intelligent than before. yes? yes. طيب جميل. ده the managerial operational value بتاع project operation management plan. طيب project fit technicality اللي هي نتجة عن holistic project operations compliance management اللي قلناها في الفيز الاولينية. yes? وربطناها في deliver fit technicality عشان احقق positive او efficient project compliance integration. ممكن نرجع بقى للdiagram اللي كان موجود في المحاضرة التعريفية والمحاضرة الاولى. عشان انا اسف مشروع ينجح. لازم يحصل ايه? yes efficient ايه? بين مين ومين? بين البروجيكت في التكنيكاليتي وبين في التكنيكاليتي. عشان احصل على ال positive project value added. وبالتالي تديني ال business value added. فبالتالي هي ده نجاح بقى البروجيكت operations management plan دي ان هي توصلني ان انا اوصل للبروجيكت في التكنيكاليتي استخدمه صح. ان انا استخدمه بعد كده في integration. طيب فمحتاج ان انا افهم بقى شوية كده تفاصيل خاصة بالبروجيكت operations management plan. منها الا علاقة بينها وبين البروجيكت management plan. انا عندي حاجة اسمها project management plan. عندي حاجة اسمها project operations plan. عندي حاجة اسمها project operations plan. عندي حاجة اسمها project operations management plan. انا علاقة بين البلانز دي كلها. ياس? والتاني حاجة عايز اعرفها. ازاي بيتم الانتغريشن ده في ال PLC وازاي بيأصر على ال organization. big very critical question. we need to go through it. ونفهم بقى الكلام ده مش ازاي. طيب. يبقى عشان نعرف علاقة project operations management plan. بالبلانز الموجودة اصلا. ياس? لازم نعرف الفنكشن بتاعة project operations management plan دي بتتم ازاي? فاول حاجة هي بتعمل ادرس لل operational tasks. تمام? اني operational tasks هيبرافو عليكم. السؤال ده لازم اسأله هل هي quality operational tasks ولا project operational tasks ولا compliance operational tasks. تمام? طيب. طب ليه دكتور ما كتبتش هنا compliance operational tasks عشان ساعاتك ستسأل السؤال ده عشان تعرف اما بليجي تقرأ اي معلومة في project management وخصوصا في project management خلال ال PLC بتاعها هتبعرف ان كل الكلمة لها تلاتة ايه? او تلاتة ابعاد. اتنين. بعد ما بتعمل ادرس بتعمل detail information. كتالوج كامل. وبعد كايب بتقول لك. مين يتم قبل مين وازاي? ياس? طيب? فده هل الجودة مطلوبة لقاوت? اديني feedback. سم ال project سم ال compliance ولا الميكانيزم? ال timeline الدبنتيس بتاعاتهم required. مين قبل مين ومين هاخد قاوت من مين? ومين بيعتمد على مين? تمام كده? فهي بتقول لك البلانس بين التلاتة اتعملو ازاي? وبعد كايب تعمل لك carry out بننفذ الكلام ده عشان ننشور ان compliance operational requirements are met. خلاص? ونبليك smooth project a smooth مش complicated project a execution. فهي وظيفتها انها بت facilitate streamlining. فاكر الكلمة دي streamlining. very smooth project execution. طيب. ال project management plan. ال project management plan اللي هالسكاتجوال وها الاخره. دي بتينكروت بيسموها ال aspect يعني project aspects. including the scope and time and cost and quality and communication or risk and procurement or stakeholder management. طبع كلان لو اغدينو من اول كورس في التراك بتاعنا. it serve? ايه بقى وظيفتها ايه project management plan? it's a reference benchmark document that guide the overall project management process. overall? يعني دكتور عايز تقول ان project operations management plan جزء او بقى خطة جديدة بنزودها project management plan? yes sir. well done star chapeau. يعني nicely good. perfect. اللي وصل الى conclusion ده. perfect. فاحنا زودنا خطة جديدة زي ما زودنا خطة خاصة بالholistic quality project plan احنا برضو زودنا خطة جديدة بقت ايه مطابقة? قلت لك هو عايز جناحين عشان ياخدوا الكرار الصح. عايز مساعدين. عايز مستشارين. عشان يقدروا ياخدوا الكرار المزبوط. يبقى عايزين نعرف العلاقة بينهم ايه بقى? العلاقة بينهم دلوقتي اني ان ال project management plan زي ما اتفقنا تاني حاجة ال project management plan. which is okay. thank you. خلاص? تاني حاجة ال project management plan دي بتالاين ويز بتالاين بتسابورت مش عكسها. مش بتصعابها. مش بتزود الريسك اللي فيها. مش بتاخد الكوست منها. ياس دي بتبروفايد. يعني ما يجي موديل مشروعات. عنده مشكلة يفتح الكاتلوك ده. يعرف مشكلة حل ازاي وليه او يتجنبها ازاي. تمام كده? برضو ال project operations management plan بتدي framework زي ما اتفقنا. ايه? ايه? كاستركتر? كبروزيز? كبروزيجورز? للايه بقى? للايه بقى? للايه بقى? للايه بقى? للايه بقى? للايه بقى? لازم ارجع له. and ensuring that بقى? كل ده تم that are carried out in alignment with project objectives. بعمل project objective في منتج طبي. فبالتالي بطبق بتماثل مع المعايير الطبية. وانا بقى ايه مش في التنفيذ. اشوف بقى المعمل فين المطابق. لا ده انا وانا بعمل planning. ها? ببتدي ايه اقول المعمل فين وبحسب المسافة اللي هروح حاله وياخد من الوقت التنفيذ المشروع. يعني بتبقى موجودة في اعتبار and so on مع البروجيكة manager. together. من together دول? ايوا البروجيك دي. project operations management plan. وي البروجيك management plan. الاتنين بي contribute اي successful implementation of the project management plan. by ensuring that ايه بقى? the operational aspects فاكرنا. تمام? ليه الاسبكت سالسكوب وايوا برافو عليكو والتايم وال resources and communication and stakeholder management and so on. ما لهم بقى? plan to execute to monitor effectively. يعني مش بس بيعمل preventive action. تمام? proactive action كمان. يعني مش بيعمل اه اه حل مصابق المشكلة. ده اصلا بيتجنب حدوثها من اصلا. يعني مش هتظهر اساسا. تمام كده? وصلت. طيب. عايزين بقى نعرف. يعني كده نعرفنا العلاقة خلاص بين الخطة الجيدة دي. وهندخلها ازاي مع خطة الخطة المشروع وهيشتغل ازاي مع بعض. وهدفهم الاتنين حاجة واحدة. جميل. طيب. البروجيك بقى في التكنيكاليتي خلاص. ده ازاي بيتعامل مع او بي البروجيكت او operations managing plan. وهي الانتجريشن اللي بيتم. تمام? فعايزين نعرف ايه الرول بتاع project compliance integration. البروجيكت compliance integration. ده الرول بتاع وان هو بيعمل ايه? عايز اعمل ليه project compliance integration ليه? عشان نعمل integrate صحيح? استابلش process اللي هعمل في الانتجريشن. ياس? وهاتي corrective actions. هنا اخذ بالكم مرحوظة جدا. انا دل رأتي بتعمل حاجتين. اول حاجة بتعملها ايه? بتعمل جايد للابروجيكت كلها. من اول لحد الايه? تمام? تمام. يبقى ازا هي ما بتبدأش في خدوا بالكم النقطة دي. هي بدأ معايا من الايه? الانتجريشن فايز. زي ايه? البي دي اه 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 كيو ام اللي هي project delivery quality plan. برضو شغالها معايا في حالة الانتجريشن. هذا كلام جميل جدا. طيب. فهي بتديني الرو جايب بتديني الرايت جايد يعني ازاي يعمل الكلام ده. خلاص كده? طيب. هاجي في الانتجريشن فايز بقى. هبقى خلاص. الquality ادت ادتني ايه? ادتتني resultant deliver. بل اعمل ايه بعد كده? هبتدي بقى هعمل integration هعمل project ايه? competence integration. تمام كده? عشان احول resultant الى bravo عليك. readiness. يبقى دي لقتي بقى زي ما بفهمت الproject operations management plan. شغالها ازاي? انا بقى هاجي عايز اعرف بقى في حالة execution ازاي بتعمل عملية transformation دي? يعني ايه? بتعملها ازاي? خلاص? تمام كده? فما نلاقي كلمة project competence integration ده بيحصل في execution phase اللي هو تنفيزه وتخطيطه اصلا من اول business point لكن تنفيزه الاكشن بتاعه الperforming بقى بيتمي فين الperforming ده? yes في execution phase. تمام كده? ولا مش تمام? بتكلم ازا technicality لكن ازا planning احنا بنتفقين اللي هو من اول ما قال الحاجة اسمها holistic project operations management plan. التكنيكال رول بتاعه ايه? التكنيكال رول بتاعه انه هو بيكون فيرم زي ما قلنا resultant deliverable ايه? تبقى compliance related to project operations management ايه? compliance. yes system. اللي انا قلناه فيه المحضرة الربع. الconverting بقى readiness deliverable او two levels. اه. يبقى ازا بقى في حالة الperforming هنا فيه two levels. يعني عملية الproject compliance integration دي. yes. بتتم على مستويين. two levels. خلاص during ايه بقى deliverable compliance transformation process. يعني متخالين? يبقى وانا بعمل integration ده بعمل على two levels. yes? in order to have ايه بقى compliant project with business pain point requirement. او الهالة هو. business. يبقى ده الحد بتاعي. ده target بتاعي. تمام كده? بس هو فيه سؤال دلوقتي. طب انا عملها ازاي دي? طب انا عايز اعمل مساعدة. انا عايز حاجات عوامل كده تقول لي اعملها ازاي علشان ما عودش اقول ده غلط ولا صح. انا عايز وانا بقى اعمل امتأكد ان انا صح. تمام? حاجة بتجارانتي بتاعي. حاجة بتقول لي yes you are on the right track. فمش عايز اخلص الشغل يقول لي استانا ارجعتني بقى backwards كده. ونشوف انت 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 شغلك مش صح فبالتالي في حاجات لازم نعدلها. مش عايز اخش خالص انا في الليفل ده. انا عايز doing things right from first time. فبالتالي انا عايز ايه success factors. ها? تبقى ايه? مؤشرات كده كperformance. اعملها معناها على طول. يعني انت اقول لي انا عايز اجيب 100% في الامتحان. خلاص مسلا. هقول لي لو ذكرت كل يوم مسلا اربع ساعات بطريقة واحد اتنين تلاتة كده. انت هتجيب 100% لمدة اسبوع. اديت له ايه? اديت له success factors. اتنين success factors. واحد اديت له اربع ساعات في اليوم. تانية حاجة المدة. زي كده روجيت بتاعت الدكتور. دي success factors اللي انت هتخف. يعني طبعا بعد اذن الله سبحانه وتعالى. ان هو متديك الجرعات ومتديك الايام ومتديك الطريقة. دي اسمعها success factors. لو مشيت على success factors دي هيحصل ايه? نتيجة طبعا بازن المولى ايه? بعد اذن الله سبحانه وتعالى. هتخف. صح كده? يبقى تعالى نعتبر ان الروجيتة دي هي success factors اساسي. فايه بقى الروجيتة الهمش عليها? او ايه success factors اللي همش عليه? عشان اضمن ان انا ماشي على الخطوات الصحيحة. يبقى مش بس مديني ال guideline امشي عليه. انا كمان مديني ال how بتاعه. متخيلين ادي ايه الجمل? طيب. فقال لك والله انت عندك كان بقى انت عندك ها? تسعتاشر اه? success factors. لو مش يتعاليهم انت شغل في ال complaint project حضرتك مفيش اي مشكلة بالنسبالك. تلاتاشر على مستوى ال project في التكنيكاليتي. ياس? وستة على مستوى الايه? البزنس وال project مارش. بتاعنا نشوف تلاتاشر اه success factors اللي انا لو عملتهم هبقى هتلع perfect project في التكنيكاليتي. هيصلح انه يندمج مع deliver for التكنيكاليتي ويبقى يطلع. من غير بقى 13 dollar success factor اللي بتقدمهم لي project operations management plan. يبقى انا بلوز time والeffort والcost. وبطلع poor project في التكنيكاليتي. يجي بقى يخش بعد كده مع deliver for technicality ما يصلحش في واقع للدنيا كلها. يبقى انا عايز ايه بقى? عايز التلاتاشر success factors dollars ليه? عشان ongoing compliance throughout the project life cycle. هبقى compliant from day one. وصلت وموصلتش. وكل ساعاتك ما بيتنفذ compliance plan وبتنفذ quality plan انت بتقديل risk بتاعت project hundred percent. يبقى من ضمن او لو عايزيني فلسفة الامور يعني خشي في ليفل بعيد شوية ك risk management project risk management. من ضمن responses risk management اللي هي مش موجودة من ضمن response risk management project. ياس انت عندك فيه اربعة project risk responses بس مش طبعش نخش تفاصيل دي. زي transfer, mitigate and so on. او neglect يعني مش موضوعنا. انت كل ما بتزود كل ما بتفعل holistic project management plan. وال holistic quality project management plan. انت قريدي كده كده بتقدي على risk factors اللي انت ممكن تقابلك. انت متخيل انا بقول لك ايه? يعني كل اللي احنا نشتغل فيه ده راحنا مش فاهمين هو اللي حاجة خالص هو علاج لل risks اللي ممكن تخلي المشروع يفشل. تمام? تمام. تعالوا نرجع لموضوعنا ونشوف ايه هما التلاتاشر ايه? التلاتاشر سخص factors دولت اللي هما اها بي confirm the integration compliance ايه بقى into project operations. تمام? طيب تعالوا نشوف اه ده وظيفتهم ايه? ان هو بي insure proactive management شايفين الكلمة proactive. بنام proactive على طول ده دول اي risk وطبعا هيقلل ال range. ال change بتاعتي انتم متخيلين. طيب وهيقلل ايه? ال constraints وهيقلل ال issues. كل دي مشاك بتقابلني في ال project operations العادية. طيب compliance risk is ايه? هتقل طبعا facility compliance monitoring and control. هو ليه دكتور كرشويه كتب compliance قبل كل حاجة. ما احنا قلنا ان كل حاجة لها ثلاثة ايه? ايه? شايفين ال communication دي? كلمة دي مش بتفكركوا بحاجة. ان كل تقهير اللي اعرضتها عليكم اللي هي لحد 22 من ال PMI اللي فشل المشروعات بتكلم في communication. شفتوا بقى شفتوا علاجها فين? تمام. ال address بقى بتادرس changes طبعا لو في اي changes احنا بنشتغل عليها. اه انا اسف. اه اين بقى compliance requirement and support ongoing? بص بقى support ongoing improvement. في ايه بقى. في ال compliance اللي ها يفكرين? خمسين برات اختراع كفاءة عالية جدا. بي confirmung بقى l effectiveness l integrating da. احنا بنضمن ان احنا بنبقى على l on the right track. تعالوا نشوف اول اه 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 success factor اللي هو ال in core corporating او ال integrating يعني compliance requirement. ان انا بقى اعتدي ان انا ادخل ال compliance requirements بقى في ال project planning stage والاسبكتس and so on. فقال لك ان project management plan should include provisions. يعني تكون حطالك كل المعطيات والمستلزمات والطريقة والميكانيزم for integrating compliance a requirement. ما تقولكش ايه اعملها وخلاص. لازم تديني know how. لان انا هبتدي اغير في project activities. هغير فيها ياس هغير فيها. هنقل لها من هي بتفوكس على الاسكوب بتاعها على project. وهنقل الاسكوب بتاعها على project management على business point. فانا هتغير في project activities. ياس هتغير في project activities. فلين نغير? طب نعمل اول في planning. ندخل compliance معاها زي ما اتفقنا. ياس. involve and define relevant compliance standard and understand the implications of the project. developing strategies to meet these requirements. طبعا الكلام ده انا كتبهو. دي انا لك done. done امتى حرك عملتها امتى دان والله وانا عملت project ايه? operations management compliance capability. انا حققت الكلام ده خلاص. ياس? طيب. اتنين. compliance structure rules responsibility. what should be done? what should be done? والكلام ده احنا حققناه خلاص. طبعا ما جاءت عليها الكمبتنس تاعت الناس عارفين الرول والاكتيفتي والموتوف والواي والوين. دي بقى structure ووظفتها ايه? بتinsure. شوف بس كله كله وكل ده طبعا بيقلل للريسك والشينجيس وكل ده مكاسب للبروجيكت اه وليل project manager. ensure compliance integration is coordinated effort. يعني ايه coordinated? يعني ثلاث حاجات مش عكس بعض. يعني شغل quality وشغل operations. شغل project كلهم ايه? ايوا برافا على حركة الاقال الكلمة دي. streamlining workflow. ياس? مفيش conflict. مفيش ان ده ده ضد ده او ده بيوقف ده او ده بيقصر سلما العلاده. ياسيك كل الاتف let's go all of the project goals. ياس كده؟ تمام? التالت resource planning. which resource planning؟ برافو على. compliance resource planning. compliance requirements. ايبا؟ 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 نسست ده. ماصم المسش التوصيرات والت موجود لكنها تل Nouja يعني مثل لان يا و يتعلم دانا أنت أ ي أنت قمت بإدراج الحالchi الوصول فيه بعد كده project management should account requirement دي امتى بص الجمل during resource planning any resource during project resource planning رابع بقى هنا رسك مانجمممم ايدا سوف تضمّر لك الدنيا. ستقع لك مشروعك على طول يعني زي ايفون 12 ايفون 15. يعني هي مشكلة خاصة بالكمبلايانس. مش خاصة هم طلّعوا التلفون خلاص. لكن التلفون فشل الريسك كبروجيكت انتعاملنا معها لكن الريسك كبروجيكت ما تعملناش معها فشلنا فيها. فبالتالي محتاج اعمل ايه? محتاج اعمل ده بقى قصة كبيرة جداً لانها ده برضو مش علينا الكلام ده. ده بيشتغل على الواتف بيشتغل على البروجيكت ويشتغل على البروجيكت عشان قد قلتلك الليفل الأعلى من الواتف يعني هو بيكلم في البرجيط و في أبرائن و في الوهن و في الهنام و في الهنام و في قناة نعم اذا الشيطر بنسبة للشيطر الرابع و الخامس مهن و قم بقى مهن المتكتب على التقريب تجد النعم و نعم هذه شيطة لرابع لكي طرح يعني مش communication بس للـ information for the project. لا انا كمان بقى اتاكن من compliance awareness و understanding من project stakeholders. ده نقطة خطيرة جدا. سادس نقطة بنسباننا اللي هي compliance monitoring and controlling. يعني عندي quality monitoring and controlling. عندي compliance monitoring and controlling. عندي project monitoring and controlling. خلاص. فهنا project management project operations management plan. لازم تاوطلين الـ procedures بتاعت compliance monitoring دي. وخلاص. وازاي تاخد فيها كارتة منها controlling. فبالتالي محتاجة تعمل regular assessment. محتاجة تعمل define controls and measures. محتاجة نحية تعمل ميكانيزم. متخيلين. متخيلين الشغل. يعني الشغل الثالث بتاع project management. متخيلين من project manager يجب يكون معاه compliance monitoring and controlling mechanism. quality monitoring and controlling mechanism. project monitoring and controlling mechanism. فبالتالي هنا. محتاجين بقى نعمل كمان ايه? compliance reporting. المانترينج. اذا بعد ما عملت المانترينج. ياس بعد ما عملت compliance monitoring. اعمل له بقى reporting ازاي ده. ياس وازاي. يبقى في project reporting. quality reporting. compliance reporting. بقى define mechanism. يبقى في ميكانيزم التانية هي. يبقى او ميكانيزم communication. تاني ميكانيزم ليه? المانترينج. تلات ميكانيزم. بصة كم ميكانيزم انا اخدها لسه. define ميكانيزم. اعمل ايه وازاي وامتوا فيه. اعمل فيه KPI بتاعتي. تمام? ونربطها بالconducting assessment. نعمل ايه? نعمل ايه? نعمل full comprehensive compliance rate activities. should be integrated into project project. ايه بقى monitoring and reporting progress. عشان اضمن ال in going a compliance. جميل. نيجي للتامن. التامن حاجة. يبقى انت عملت monitoring وعملت controlling. ال reporting بقى documentation. خلاص. اعيز اعرف what information needs to be capture how compliance rated reports. evidence. بنستخدمها as evidence في audit. اللي هي reports الخاصة في ال compliance. طبعا ما كل ما تبقى compliance reports دي well documented. وتبقى يعني مليانة التفاصيل اللي مطلوبة. دي على طول indicator المشروع ناجح. من غير من نتكلم في التفاصيل. لكن لو مشروع اه عايز اعرف ناجح ولا فاشل. وال compliance report بتاعه وش موجود او مش updated او out of data. دي بقى خلاص من غير ما راجع للمشروع. انه خلاص الموضوع ايه? اه بيبوز منه. change management change in compliance requirement بنعمل فيها ايه? تمام كده? ودي بتبقى اهم في بعض الاحيان في بعض المشروعات. اه من المشروع نفسه. يعني ال compliance requirement الطبية في مشروع طبي ما تحقيقتش. مهما كان المشروع كويس ما حتحقيقتش. خلاص. فبهمتوا ايه? فبطبع change management او compliance change management اثر جدا على ongoing compliance throughout project life cycle. نجي لعاشر نقطة. او عاشر اخصيص factor. verification وال validation. تمام? verification اللي هو قبل ما ها? قبل ما رح نسته في planning. لسه في عمليات designing. developing. فلسه ما فيش حاجة تنفزت. فهنا لو في مشكلة. نقدر نحلها على طول. as a process issue. زي ما اتكلمنا في quality. ال validation لأ. ال validation بقى المشروع ايه? بدأ دخلنا في execution بدأ يبقى في milestones بدأ بفي حاجات tangible. فبالتالي هنا محتاجين نعملها validation اللي ايه ايه برافو عليكو عشان ما ننتوهش. ال business main point compliance. نيجي بقى لنبر 11. learned lesson and continuous improvement. وده من ضمن الشرط الاساسية في project compliance operations management. ان انا نازم اكين on learned lessons. عشان اعرفين ال gaps. وابتدي احدد ال area. وابتدي ان انا اعمل transfer knowledge. وبتدي بالتالي اعمل continuous improvement. نيجي رقم 12. stakeholder engage. وده برضو مشكلة مشاكل بتسبب فشل مشروع. stakeholder engage في ايه? في compliance. ياس. اللي بحتاج strategies for engage. اللي ايه? عشان كيف نعمل REC model. وبنعمل matrix بتاعت. stakeholder engage. include بقى هنا regulatory bodies. ياس. والauditors والlegal teams اللي الداخلين معنا. يعني هنا في ناس مسلا من وزارة الصحة. ناس من وزارة الصحة. عشان ده مشروع في حاجات دخلة معنا من الصناعة. ناس من الضرائب تبص علينا. ناس من مش عارف حق الفكرية الملكية الفكرية. فتلاق stakeholder engage بتاع compliance بيبقوا ناس يعني يعني بيبقوا مختلفين عن stakeholder بتاع المشروع and so on. فده لازم يبقى مع business pain point. نوعية ادارة stakeholder هتبقى عاملة ازاي? فمشاعدة هتعامل مع stakeholder بتوع مثلا النشاط الصحي. مثلا اوزارة الصحة. فده ممكن يكون عامل فشل business pain point قبل ما نشتغل فيها. معاييرهم غير ملأمة خالص للشغر بتاعي. فبالتالي هعملها ازاي? فبنقفل business pain point. شفت الموضوع contractual compliance ودي بقى بتقابلنا في مشاكل كتيرة جدا تحت علم كده كبير اسمه project procurement management وده بقى قصة كبيرة جدا ياس ومشاكلها كبيرة بتبتدي اول حاجة من contract بنجي نعمل الاول بنشوف الاول proposal life cycle بعد كده supplier life cycle قصة كبيرة انتم تدرسوها دلوقتي ان شاء الله يعني الخاصة بال procurement فطبعا contractual compliance ده مشكلة كبيرة جدا بقى وبيأثر ازاي deliverables وال milestones وال performance and so on فال contract ده قصة ياس طيب كده تمام نشوف بقى success factors لـ project management بقى عشان تحقق business success فالاول كنا بنحقق business pain point success لا تعريدين بقى الحاجات الخاصة بال business success فنعمل ايه عشان business value added عشان اجهز لل business value added فلازم تبقى العملية دي مدروسة جدا لازم minimise distribution minimise delays potential associated with non compliance فده الكلام مش بأثر بس على مشروع ده بأثر كمان على الاسيكال ايشو زي ما قلنا في المحاضر الرابعة بيأثر على الصمع بتاعت الشركة اساسا فبالتالي ال business بقى فبالتالي documentation وال policy الخاصة بيها documentation compliance related policies with procedures with guidelines how will compliance requirement will be addressed نكتب ايه ونكتبه ازاي ومن اللي هكتبه ويه الناس aware به ولا لا عشان يبقى بعد كده في شكل هيتحول بقى ال project management policies strategies وهنعدل وهنكبر بقى في الموضوع نبقى more professional documentation management ايه بقى ازاي بقى او documentation lifecycle ومن اللي هاتم المنتنسي اصب بها ال update ودليت واد yes recording of compliance assessment ويهاتم 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 المشروع يكون شادر جدا في الدارة المشروعات لكن مش عارف ازاي يدير المشروع ده. رابع حاجة اللي هو الاسسسمنت. مسلا ناس بتقول ايزوا بيجو مسلا يعملوا ادت علينا. اي شهادة بخودها في الشركة او في الجامعة بيجي ناس يعملوا ادت وفي حاجة اسمها ادت وحاجة اسمها الاسسسر والعلاقة بينهم ومختلفاتهم and so on. فبالتالي برويجكت او إسمع المحطفين والعلاقة بينهم وبأفعل اي شايفين حتى العمليات بتاع الكسين الادت دي احنا برضه عامل حسابها في البروجكت لنجهز الاولاء اللي يبصوا عليها بنجهز الاولاء الان لنقابل اي اي ايت فاندينك الارش وناخد الكريكتب اجشن تمام فالموضوع مش موضوع بس project or project management. موضوع كمان business value. تمام. continuous improvement ده بالشراكة ما طبعا مع quality بيقدر ان انا اعمل regular review وupdate compliance strategy processes زي ما قلنا قبل كده في learned lesson procedures feedback from auditors or inspections. فبقعد ايه في درس المستفعلة في تخيل شركة ابل عمد 15 تليفون في تخيل كمية knowledge اللي عندها وال learned lessons اللي عندها وكمان ال continuous improvement اللي هي شغالة عليها شركة جبارة ومأهولة طبعا. yes? طيب معدل continuous improvement based on compliance operations project management ايه في كوكا وليل في في مترولا ضعيف and so on. تمام? ده بيأثر على competition وبالتالي بيأثر على ال brand work whatever so. continuous improvement we ensure compliance effort remain effective responsive لأي regulatory change environment. تمام? اخر حاجة خالص اللي هي business ethical considerations. وهنا هنا في المحوضة الرابعة. انا دي اساس ال quality انا اساس انا اسف. ال competitive intelligence as far as the business ethical consideration is well managed. اه الشركة على طول بتصنف تحت ايه competitive intelligence. والكلام ده ك value عند الكاسم experience مالوش تمن بحاجة فيديو وينيك جدا في بأثر على مستوى بأثر على عمر الشركة في السوق. تمام كلا? فبالتالي زيزمين for ethical guidelines. اه for decision making conflict interest management. بنبتدي نحط له ال guideline بتاعه. consideration لاي social او اي environmental impact بحط له الايه ال guideline بتاعه. الاوب بتاعنا ايه دلوقتي? الاوب بتاعنا ان احنا قدرنا نعرف ال project operations management plan دي جاية تعمل ايه? بعد ما هنطبقها شكل المشروع ك operations هبعمل ازاي? ياس? ال value added اللي هي تقدموا لي مشاكل هي هتنقذني منها. اه درجة كفاءة النجاح المشروع ودرجة كفاءة ادارة عمليات المشروع. من اول project initiation حد project closure عامل ازاي ازاي? ازاي 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 الطم ان هي صح مية في المية? ان انا هدتني تسعتاشر اه سر من اسرار نجاح ايه? ايه? اه ال integration اللي هيتم. نائز بعد كده بقى نشوف في كل phase من phase بتاعت project life cycle. ايه اللي بيحصل فيه بالزبط? ده ان شاء الله هنعرفوا بازن الله تعالى في المحاضرات من المحاضرة الستة ان شاء الله الحد الاخيرة بازن الله تعالى. اتمنى يكون الموضوع اه يعني اضافة حضراتكم. اه فتح فولدر جديد في عقلية حضراتكم. على ال awareness level عند حضراتكم. تعليمنا technicality كتير اوي النهاردة. هنختلف كتير اوي في مجال صناعة حضرات المشروعات. عن ما هو موجود حاليا. هنقدر ننقذ شركة بالبلايين او بالملايين الدولارات. بنبس من حمديهم. بنبس من highlight ونحط ادينا كده على المشكلة. بشكركوا جدا. واتمنى لكم كل خير. تحياتي لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد الله رب العالمين.